السلام عليكم وانا النهاردة حابب بس اشارك معاكم حاجة وسيطة في Microsoft Project Microsoft Project الـ Default بتاعه بتاع الـ Working Time انه الثبت والحد اجازة عشان اغلب الدول الاجنبية لكن في منطقتنا العربية طبعا الوضع مختلف اغلب المنطقة العربية اللي بتاكن كلها الجمعة والثبت هم الاجازة طيب نعدل الكلام ده زي من الـ Default اللي هم الثبت والحد نخليهم جمعة وثبت بروح بفتح الـ Project بتاعي على Microsoft Project اي Project انا فتحت الـ Project عندي وابروح على Project Tab طبعا ده GANET SHORT انا بروح على الـ Icon بتاع change working time change working time لما بكليك عليها بيجي لهنا فور كالندر انت ممكن تكريات اكتر من كالندر لكن الـ Default بتاعي هو الـ Standard حلو؟ طيب انا عايز عدل على الـ Standard ده اعدل زي بروح على الـ Working Weeks بشكل ده كده زي من شايفين انا معدل ده قريدي كان هتلاقي عندكم Saturday و Sunday او Saturday و Sunday اليومين هم الـ Non Working Time طيب بعد ده ازاي بروح على زي ما قلنا Work Weeks وبعف عليها كده على الـ Default بتاعها واضغط على Details وقول ان انا عايز من الاحد لـ طبعا هتلاقيوها على الـ Default دي حقول ان انا عايز من الاحد للخميس Set days to these الـ Option التالت ده وهقول ان انا عايز عدل ساعة العمل عندي في الايام دي في الخمس ايام دول دولي من ثمانيه صباحاً يم احبت اربعه يم بغضت اوكي وهقول ان انا هرجع تانى اليومين دول اللي هم الفرايدي والسادة دي بحط ان دول ست تايز تو نون ووركينج تايم خلاص فانا كده لو بعدات دفلت عندي لو مشيت الشهر اللي بعده والشهر اللي قبله خلاص بعدات دفلت انه الجمعة والسابت هم نون ووركينج هورز وبعيد الايام الشغل فيهم من تمانية لاربعة او على حسب الموايد الشغل عندك في المشروع اتمنى ان المعلومات تكون افادتكم وشكرا لكم